الجولة الأولى من التصعيد الشعبي للتيار الصدري انتهت باقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان بعد ساعات بخروج المتظاهرين من المنطقة الخضراء وعودة الهدوء إلى العاصمة بغداد لكن هذا الهدوء لا يبدو أنه سيستمر طويلا إذا ما أصر الإطار التنسيقي على مرشحه لرئاسة الحكومة محمد الشيع السوداني الإطار التنسيقي أعتقد أنه سيعقد اجتماع مهم هذه الليلة وسيكون هناك سيناريوهين إما أن يمضي بنفس الشخصية فيما لو كان هناك إجماع وإصرار على المضي بهذه الشخصية وأعتقد هو المرجح أو أن يكون سيناريو آخر أن تنسحب هذه الشخصية تلقائيا يعني هو السيد السوداني يلغي ترشيحة أو يسحب ترشيحة الظل 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 إلى هم بلدك ينقد الصدر استبق طلب الإطار عقد جلسة للبرلمان السبت المقبل من أجل اختيار رئيس الجمهورية بدعوة جمهوره إلى التظاهر مجددا ما يعني أننا بتنا أمام رفع مستوى التصعيد من قبل زعيم التيار الصدري بوجه خصومه داخل البيت الشيعي أن الخطوة القادمة بالنسبة للتيار الصدري بعد أن أثبتت الخطوة الأولى قدرتها على تعطيل البرلمان ستكون ربما يكون أكثر قوة وأكثر حضورا وقد تستمر إلى أكثر من أيام عقد جلسة البرلمان لن يكتفي جمهور التيار الصدري بالتظاهرات فحسب وإنما يسعى للذهاب أبعد من ذلك عبر تنظيم اعتصامات تشل عمل البرلمان ما يعني أنه لن يسمح للقوى السياسية بتقاسم السلطة بعد تحرره من قيود البرلمان والعملية السياسية التي اختار أن يكون خارجها تتحدث بعض المصادر عن أن الأسباب التي دعت الصدر إلى تحريك جمهوره نحو المنطقة الخضراء هو نضوج صفقة كردية كردية حول منصب رئاسة الجمهورية برعاية إقليمية قد تؤدي حكما إلى تكليف مرشح الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة من بغداد منتظر رشيد العربية